لذلك ليس مستغرباً أن حزب في المعارضة يتمنى من الحكومة أن تنجح إذا نجحت نحن سنضطر إلى أن ننافسها في التجويد في التحسين على الأقل الاعتراب بأن العصابة ظالمت حركة مجتمع السلم لأن الذين زوروا على حركة مجتمع السلم هم المسؤولين هؤلاء اللي الآن رأم مرفوضين من طرف رئيس حكومة الجديد ومرفوضين من الحراك من الشعب الجزائري هؤلاء هم الذين زوروا على حركة مجتمع السلم بالأدلة المادية بالمحاضر وبشهادة الذين زوروا فلذلك واجب رد الاعتبار لحركة مجتمع السلم لأنها أكبر حزب ظلم في قضية التزوير